قمة مجموعة بريكس المنعقدة في مدينة قزان الروسية بحضور رئيس عبد الفتاح السيسي وهي القمة التي تشهد مشاركة مصر والتي شاركت للمرة الأولى في قمة مجموعة بريكس المنعقدة في مدينة قزان الروسية بحضور رئيس عبد الفتاح السيسي قاعدوا في التجمع منذ اندمامها رسمياً لو مطلع العام الجاري شارك أيضاً في هذه القمة 32 دولة من بينها 24 دولة ستكون مبثلة على مستوى القادة خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن الدلالات الخاصة بمشاركة مصر في مجموعة البريكس كيف ستؤثر علينا اقتصاديا وكيف سيكون لها مردود أيضا على المستوى القريب بصحبتنا النهاردة الدكتور محمد أنيس وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي أهلا بحركة دكتور أهلا بي جفنم صوار خير أهلا بحركة نهار النهاردة أول مشاركة رسمية لمصر في تجمع البريكس بعد انضمامها رسميا ودخولها لهذا التجمع أو هذا التكتور الاقتصادي عرفنا كيف يمكن أن تستفيد مصر من دخول هذا التجمع وكيف يمكن أن يكون لذلك تأثير على المستوى القريب طيب عظيم جدا استفادة مصر من الانضمام لهذا التجمع هتتضح لما نبين المجموعة نفسها تتبع الورد بعد مجموعة من السنين لشكل شكله عامل إزاي فممكن نلخص ده في مجموعة الجمل الآتية أولا ودي تصريحات رسمية قالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المراضي في الاجتماع القمع الحالي قال أن تجمع بريكس هو التجمع لا يعادل غرب لكنه ليس غربيا هو هنا أخيرا بقى فيه بلورة لشكل التجمع لأن كان فيه تجاذبات سياسية على مدار السنين الماضية هو شكل التجمع ده أجندته سياسية شكلها عامل إزاي دي نقطة الأولى نقطة الثانية أنه هو تجمع للتعاون الاقتصادي النقطة الثالثة أنه في الاجتماع الحالي هو يعتبر خروج لروسيا من عزلتها على مدار السنين الماضياتين بتوافق وتعاون مع باقي الدول الأعضاء في هذا التجمع والنقطة الأخيرة أنه فيه بصلة تم التأكد عليها والتأكيد عليها أن تجمع بريكس بيتجه إلى قارة أفريقيا كمنطقة لم تحظى أو قره لم تحظى بما تحتاجه من معدلات نمو شاملة رغم توفر الموارد الطبيعية والموارد البشرية في قارة أفريقيا في هذا الإطار نبدأ بقى نتكلم عن مصر تقدر تستفيد من الانضمام فيه لتجمع بريكس بشكل عام إزاي في اعتقادي أنه ممكن يبقى فيه تلت مكاسب رئاسية من الانضمام لتجمع بريكس المكسب الأولاني أن التجمع بريكس أسس بنك تنمية اسمه البنك التنمية الجديد مناظر للبنك الدولي وصندوق نجد تابع للبنك الدولي من المفترض أنه هو بنك تنمية طبعا قدراته المالية ممكن تقول أنها واحدة عالمية من قدرات البنك الدولي دلوقتي لكن مع الوقت الرأس المال هيزيد الانضمام مصر عضو مؤسس في البنك زي ما هي عضو في مجموعة بريكس من خلال العضوية في مجموعة بريكس هيبقى عندك فرصة لتلقي التمويلات للمشاريع التنموية بعوائد على القروض أو على التمويلات أقل كثيرا من اليورو بونز وأقل كثيرا من التمويلات التي تجيلك من المؤسسات الدولية ذات الطبيعة الغربية والبصلة الغربية دي أول نقطة النقطة الثانية أن من خلال تواجدك في تجمع بريكس ده هيساعدك على تحسين الميزان التجاري ما بينك وما بين بقى دول الأعضاء وأنا بشكل أساسي يهمني روسيا والصين لأن أولا الميزان التجاري ما بينهم وما بينهم نسبيا كبير ثانيا مختل بشكل كبير لصالحه يعني تبتستورد من روسيا أكتر ما بتصدر لها ناخد منها القامح بشكل رئيسي 5 أو 6 مليار دولار في السنة وفي نفس الوقت بتستورد من الصين بـ 12 مليار أو أكتر أو 16 مليار وخصوصا أن تجمع بريكس بيضم عدد كبير من الدول الأكبر في العالم المنتجة للنفط يعني برضو ده من أهم الحاجات اللي موجودة في هذا التجمع بالتأكيد وده هيبقى له تأثيرات على القطاعات التابعة للنفط زي البيتر كوميات وخلافه يبقى التواجد في تجمع بريكس هيدي لك مساحة أن أنت تحسن من ميزانك التجاري مع هذه الدول يعني تزيد الصادرات خاصة أن هم عايزين يستخدمون العملات المحلية بتاعتهم اليوان والروبل الروسي واليوان الصيني في هذه المعاملات التجارية في مقابل استخدامنا لهذه العملات لازم نزيد الصادرات لهم عشان يبقى الميزان شبه متوازن النقطة الثالثة وهي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من هذه الدول يعني الصين في المرحلة الحالية بتستثمر خارج أراضيها وروسيا بعد اللي حصل معها في سنتين ثلاثة الماضياتين رؤوس أموالها بتبحث عن ملازات آمنة خارج روسيا هروبا من العقوات الغربية على روسيا وبالتالي تواجدك في تجمع بريكس يدي لك فرصة أكبر وإدج وميزة إضافية أن أنت تتلقى هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة أن أنت عندك مناطق مؤهلة لذلك زي المطالة الاقتصادية القناة السويس وفي نفس الوقت في مساحة للتعاون مع الدول الأفريقية بحيث أن تبقى رؤوس الأموال الروسية وصينية والتواجد في مصر والموارد الطبيعية تيجي بالأفريق طيب من أهم مبادئ بريكس هو التغلب على القطبية الأحادية والتوجه أكتر للتعددية القطبية علشان ما يكونش الاقتصاد مقتصر على عدد من الدول الكبرى فقط أو القوى العظمى فقط ولكن يكون جميع الدول متساوية يعني بيها دور في هذا الاقتصاد العلاق طيب هو تأكيدا على الطرح الحركة بالتفضلت به أنه فيه كلام بقاله سنين طويلة عن إصدار عملة لبريكس خلينا نغطي النوصة دي ونقول أنه ببساطة العملة إصدار عملة هو أعلى شكل سيادي نقضي لأي دولة اللي هو إصدار العملة بتاعتها والاتحاد الأوروبي مثلا قاعد يشتغل عشرين سنة عشان في الآخر يبقى عنده عملة وبالتالي مش من السهل مش بكرة الصبح يعني هللاقي عملة ومش كل الدول كمان قابلت بيها طبعا يعني الهند حطت فيتو على طول كده فلكن مش بكرة الصبح هللاقي عملة لبريكس مطبوعة وموجودة زي اليورو مثلا لكن في اعتقاضي طب مصر تستفيد من ده ازاي لو تم تحييره هقول لحضرتك بقى في اعتقاضي أنه لو هيخدوا خطوة للأمام هيبقى شكلها كالأتي أنه يبقى فيه عملة إلكترونية للتسويات التجارية ما بين دول بريكس ويتم تحديد سعر الصرف لهذه العملة الافتراضية الإلكترونية مقابل كافة العملات الأخرى الوطنية للدول الأعضاء هذا بناء مثلا على استراضي الأمح من روسيا أو بالضبط يبقى فيه ريفرنس بقى لعملة عملة بريكس سعرها مقابل اليوان مقابل الليرة مقابل الروبل الروسي مقابل الجنين المصري ويبقى فيه عملة التسويات الإلكترونية اللي نرجع لها لتسويات المعملات التجارية ما بين الدول الأعضاء حاجة نموذج مختلف شوية عن الاسدقار اللي هي عملة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فده ممكن يبقى فيه عليه مساح توفق أكبر من فكرة إصدار عملة وأنه يبقى فيه توحيد للسياسة النقدية لأنه ده أرساعدك ده كلام عليه أصلا يا دكتور أو الكلام مقترح بجرد مقترح والله كان تصور شخصي وأظن أنه طم طرحه من سنتين عاريته في أحد الأوراق برضو بتاعتهم في أحد الاجتماعات فممكن أنهما ينقشوه بشكل أعمق ولو توفرت له الإرادة السياسية ممكن يبقى خطوة للأمام بالنسبة لتجمع بريكس بالنسبة لبنك التنمية الجديد برضو مصر إزاي ممكن إيه دلالات مشاركة مصر في تجمع بريكس تبدأ أنها تستفيد به فيه تمويل لأنه هو متخصص كمان في تمويل مشروعات البنية التحتية بالتأكيد مصر من أكتر دور العالم تقريبا اللي بتتوفر عندها البنية التشريعية كقوانين وكأتفقيات تجارية دولية وعضوية في المؤسسات الدولية وده بيسهل التعامل التجاري وبيسهل يعني معاملات معينة مع كافة الدول وبالتالي التواجد مصر كعضو مؤسس إحنا صحيحا ما إحنا عضو مؤسس في بريكس نفسها مجموعة الخمسة الأساسيين انضمنا لها لاحقا لكن لما خدوا قرار بتأسيس بانك التنمية الجديد كانت مصر عضو مؤسس في بانك التنمية الجديد ده أمر جيد لأنه أولا الدول الأفريقية محتاجة تمولات من مؤسسات التنمية الدولية اللي بقى من ضمنها بانك التنمية الجديد والدول الأفريقية بشكل عام بتصق في مصر وفيه موثقية سياسية كبيرة في مصر وبالتالي قدرة مصر على توجيه التنميلات اللي خرجها من بنك التنمية الجديد لصالح الدول الأفريقية ده أمر مهم جدا ودور تقدر تقوم بيه مصر لصالح أشقائنا في القارة الأفريقية بالإضافة إلى التنميلات اللي ممكن مصر تاخدها لنفسها من البنك ده في المشروعات التنموية اللي هتبقى بأعباء لهذه التنميلات أقل كثيرا من نزراءها كمؤسسات دولية أو كسندات في السوق الدولي اللي هي ما يطلق عليه اليوروبونز نحن النهاردة نتكلم من مدينة قزان حتى أحضر العدد الكبير من الأعضاء الجدد اللي هم أول مرة يبقى يعني يسمح لهم أو يدخلوا تحت مظلة ألبريكس وكان في القمة السامقة في جنوب أفريقيا كانت أيضا قمة مهمة جدا في تاريخ هذا التكتل الاقتصادي شاهدت أيضا عدد كبير من الأحداث لو قارن ما بين القمتين إزاي يتطور هذا التكتل الاقتصادي من هنا لهنا وإيه دلالت أيضا وجوده على أرض روسيا التي تعتبر واحدة من أهم الدول المؤسسة لهذه التكتل عظيم القمة بتاعة جنوب أفريقيا من سنة تقريبا أو من أقل من سنة كانت هي قمة الإعلان عن توسع التجمع بريكس يعني انضمام أربع دول إضافية للخمسة المؤسسين بقوا من تسعة رأسيين فيه لستة فيه ويتنج لست يعني فيه لستة من الدول كثيرة حابة أنها تنضم لتجمع بريكس وبالتالي ده كان يعني قرار بتوسيع أو إعلان عن توسيع التجمع وتمندده وتشعوبه هذا التوسيع نتج عنه القمة الاقتصادية الحالية اللي موجودة في روسيا وخطوة للأمام في التعاون الاقتصادي والتجاري ما بين الدول والأعضاء خط بالحركة أنه بين الأرقام التجمع بريكس التبادل التجاري ما بين أعضاء تجمع بريكس نمى في الفترة من 2017 لحد آخر حصائيات الطلعة التي كانت في 2023 بحوالي 57% في الخمس أو ست سنوات دون بسبب زيادة التعاون ما بين الدول والأعضاء لما التبادل التجاري ما بينهم بهذه النسبة ودي نسبة كبيرة جدا في فترة خمس ست سنوات وبالتالي في مساحة للتنوع ومساحة للتعاون التجاري والاقتصاد ما بين هذه الدول أما فيما يخص القمة بشكلها الحال السياسي الكبير بحضور مش بس الخمس دول المؤسسة لبريكس ولا الأربعة اللي انضموا حديثا ده بقى في تصور بيطلق عليه بريكس بلس يعني فيه أكتر من حاجة وعشرين دولة إضافية انضمت وليها وفود رسمية بالقادة ده يعني تقدر تقول عليه بالمنظور السياسي هو كسر للحصار السياسي بسرعة أو بأخرى اللي كان مفروض على روسيا سياسيا بعد حرب أكرانية وروسيا وعلى شخص الرئيس فلاديمير بوتين وبالتالي بالنسبة لروسيا القمة دي غاية في الأهمية بالنسبة لشخص الرئيس الروسي هي غاية في الأهمية بالنسبة لتسعين في المائة من الدول الأعضاء يهمهم ان هم يبقوا موجودين كتجمع للتعاون الاقتصادي والتطمينات اللي تم إعلانها من الدول الرئيسية المؤسسة زي الروسيا وزي الصين ان لن يكون هناك محاولة استغلال لتوجيه التجمع تجاه أجندة سياسية معينة لأحد الأطراف الأعضاء ده أدى إلى توسع التجمع بدون تخوفات سياسية معينة بين مصر وروسيا بتربطها علاقات يمكن دبلوماسية احتفلنا يمكن العام الماضي بمرور 80 سنة من العلاقات الدبلوماسية والسياسية والقصادية بينهم متبادل التجاري يعني حجم متبادل التجاري ما بينهم كبير جدا في عدد كمان من المشروعات بتشارك فيها روسيا في مصر مثل منطقة طبعا استراتيجية لقناة سويس طبعا محطة الضبعة النووية هل تجمع بريكس على رأسه روسيا بيكون هيساهم أكتر في عدد من المشاريع اللي هتكون متواجدة في مصر الفترة اللي جاية أنا في اعتقادي أنه في تصور معين كده لو اشتغلنا عليه هنقدر نجني منه وكسب كويسة جدا مصر دولة آمنة سياسيا وأمنيا وبالتالي ده الشرط الرئيسي اللي على أساسه تقدر تكتزب أي استثمارات أجنبية مباشرة يعني كل الكلام عن كل متطلبات الاستثمار دي حاجات بتبقى لاحقة بعد الاستقرار الأمن والسياسي الاستقرار الأمن والسياسي متوفر عند مصر الموارد الطبيعية متوفرة في أفريقيا مع استقرار يعني مش بنفس المستوى بتاع مصر والرأس المال وأنه هو متوفر عند روسيا والصين يعني ممكن تخلق معادلة بحيث أن يبقى فيه رؤوس أموال صينية وروسية بتيك تشتغل في المناطق اللي تم تحددها ليهم داخل منطقة الاقتصادية للقناة السويس مثلا كاستثمارات صناعية وبترتبط هذه المشاريع بتوريد للموارد الطبيعية من أفريقيا بمشاركة في حصص في هذه المشاريع ولسه بيع وشراء للمعادن زي ما بيحصل مع أفريقيا والغرب بطول العقود الماضية ثم يبقى التوجه لهذه البضاعة إلى الأسواق الخارجية يبقى هتصدر في النهاية لما هتعمل المعادلة دي صاحب رأس المال وأنه الروسي والصين هيكسب مصر هتكسب بالشريك وبالتوجه لهذه الستثمارات على أرضها وأيضا الأطراف اللي داخلت كان موردة للمواد الخام في أفريقيا هتستفيد يضاف إلى ذلك أنه مش بس بشاريع صناعية تصديرية بالتصور لما قلته كمان الطاقة أفريقيا فقيرة في تواجد الكهرباء في يوم محتاجة كهرباء بشكل ضخم جدا وإحنا داخلين على عصر الطاقة المتجددة مصر قدراتها في إنتاج الطاقة المتجددة تصل إلى 90 جيجا واط يعني تقريبا أكتر حوالي ضعف اللي موجود عند بصر دولتك قدرات إنتاجية تقليدية 90 جيجا واط ده رقم ضخم جدا يبقى برضو بنفس المنطق ممكن يبقى فيه استثمارات بتبقى موجودة في مصر تنتج هذه الطاقة المتجددة ويتم تمريرها إلى القارة الأفريقية بلستثمارات موجودة بأمان في مصر لكن بيتم تمريرها إلى أفريقيا ومش شرط أن هم يدفعوا مقابل هذه الطاقة ممكن يبقى باستبدال للموارد الطبيعية اللي موجودة عندهم يبقى فيه معادلة ممكن تدخلق لها ثري بارتز لها أطراف ثلاثة تخلق مكاسم مشتركة للجميع يعني من أهم أزباب تجمع المريكس أو نشأته هو أن دول الشر بتساهم في إذكاء اقتصاد الغرم بشكل هي نفسها مش عايزة يعني أنا النهاردة الصين ما تفعل روسيا أو ما استورد منها حاجة بالدولار الأمريكي وأنا لا راغب في الدولار ولا أنت راغب في الدولار وكلمة السرف ده نظام السوفت المالي هل سيتم تغيير نظام السوفت المالي ما بين الدولار الأعضاء المريكس وأعتقد أن دي النقطة الأهم والفيصلية والأكثر يعني نقاشا وجدالا ما بين تجمع هذا الدول طيب نقطة مهمة جدا بس خلالها فرق بقى ما بين ثلاث حاجات عملة التبادل التجاري ونظام التبادل التجاري الحاجة ذكرته وعملة التسعير يعني بالراحة كده يعني إيه يعني حرك مثلا لما تيجي تقول سعر برميل النفط هتقول سعر برميل النفط يساوي 75 دولار صحيح ده البرايسين ده التسعير سيبوا دولار زي ما هو علشان ما تدخلش في صدام سياسي دلوقتي مع أمريكا يبقى سيب التسعير بالدولار لكن خلي عملة التبادل التجاري العملة المنظرة للدولار بالعملات المحلية يبقى سعر برميل النفط ب 75 دولار لكن هنبيعه بما يوازي يوان أو روبي الروسي أو آن كان والنظام بقى اللي هتستخدمه يبقى نظام بديل لسوفت ده النظام بقى اللي هتستخدمه كالتحويل المال اللي هو زي مثلا مير الروسي أو فيه نظام نظير له صيني بس بشرط أنه انت يبقى ده راضف أو يعني حاجة جنب السوفت وليس بديل للسوفت وتبقى الاستخدام هذه الأنظمة هيبقى بشكل متدرج بحيث أن انت ما تدخلش في في صدام سياسي مع المنظومة الغربية المالية الحالية يعني النظام هنا هتغير يعني ممكن آلية تغييره هل يمكن أن يحدث أن يبقى فيه نظام سوفت بديل ممكن لكن مش هيبقى اسمه سوفت يعني هتبقى فيه نظام تاني يعني حضرتك لو ليك معاملات تجارية ممكن أنت بتختار وانت بتعمل التحويل بتاعتك الترانس اكشن بتاعتك عايزها من خلال سوفت ولا عايزها من خلال النظام البديل الفلاني وتسيب الاختيار للبيزنس كوميونيتي لمجتمع الأعمال ما فيش سلطة سياسية بحيث أن انت المسألة مش مسألة توجهات سياسية لدولة أو نظام حاكم أو كده لا انت بتسيب المجتمع الأعمال وقتها الخاص هو اللي بيختار الأنسب له في تعاملاته التجارية يتمها ازاي طب حداك هتحبت نفصل الاقتصاد عن السياسة مع أن الاقتصاد والسياسة وموضوع العملة واحدة أعمر ما ينفصل أه يعني أنا قصد أقول حداك دايما بتشدد على أن احنا التجامع بنحاول نكون اقتصادي أكتر ملوش علاقة بي هقولك لي داخل التجامع أه يعني هقول الله حرك لي لأنه لو يعني لو تم توجيه البوليتيكال بوزيشنينج يعني لو يتعامل يعني بصلة التجامع بريكس أنه مضاد للغرب في الحالة دي بريكس هياخد هيكتسب عداء النظام الغرب وعداء الدول الرئيسية في الغرب على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي من مصلحة الدول الأعضاء في تجامع بريكس أنهما يؤكدوا أنهما تعاونهم اقتصادي بحت وليس في مواجهة الدول الغربية وده اللي كان يمكن نقول معطل بريكس أو أحد الأسباب اللي عطلت بريكس طول عشر 15 سنة الماضية أنه كان فيه محاولات من روسيا والصين تحديدا أنه يبقى التجامع سياسي في مواجهة الغرب لما تنزلوا عن هذا الأمر ويزودوا مساحة التعاون الاقتصادي من غير أجندة سياسية قدروا يكتسبوا دول كثيرة جدا أنها تبقى معهم هم قدروا يكتسبوا دول كثيرة جدا أنها تبقى معهم طب شايف حضرائك التكتل ده ممكن يكون قوة أقصادية مش هقول في مواجهة بس على قوة مجموعة السابع لا ما ينفعش أنا لا أفضل المقارنة دي بمعنى إيه مجموعة السابع هي مجموعة متوافقة تماما في كل شيء يعني هي مجموعة غربية هي مجموعة النظم السياسية الحاكمة فيها متشابهة في نظام الحكم ده يختلف كليتا عن ترامو بريكس احنا طبعا بدأ الآن توافد عدد كبير من القادة وزعماء الدول لحضور اجتماعات مجموعة البريكس وطبعا بحضور يمكن القادة الدول الخاصين بمجموعة بريكس تفضلي دكتور فتجمع بريكس يختلف في شكل التركيبة بتاعته يعني بوضوح كترة مثلا نظام الحكم في الصين غير نظام الحكم في روسيا غير نظام الحكم في الهند غير باقي الدول وبالتالي حجم التوافق السياسي وفي منظومة الحكم وفي القيم الحكمة السياسية واجتماعية وثقافية مختلفة كليات الحاجة اللي هم متفقين عليها والقلب النابط دلوقتي لتجمع بريكس هي التعاون الاقتصادي وتوسيع مساحة المكاسب الاقتصادية والمالية المشتركة هل ممكن يتم البناء على ذلك لاحقا ممكن لكن ما نقدرش يعني نعتبر دي ده هدف الآن ولا نقدر نبشر به كمان لأنه لازم النظام الترابط الاقتصادي يصل إلى أقصى مدى له ده أولا ثانيا المنظومة الغربية بقى هي اللي يحصل فيها مجموعة من التشققات بسرعة أو بأخرى تسمح لزهور تكتل سياسي آخر مناظر له ايو التبادل التجاري المصري مع الدول الأعضاء في بريكس اتفع بنسبة 15% ليسجل نحو 30 مليار دولار في 8 أشهر هل ده كان معدل تعاون المالي والاقتصادي قبل كده ولا ده جد جديد أو يعني ده تم استحداثه لا يعني شوف ما نقدرش نحسبها من سنة واحدة ده أولا خاصة أن العام الماضي ما قبل مارس الماضي داخل مصر يعني كان في مجموعة من المشكلات كنا بمن واجهة اقتصادية وماليين داخل الاقتصاد المصري كنت أنت عمل حصار بسرعة أو بأخرى على حجم الواردات والتبادل التجاري مع الدول عشان تعرف تتحكم في الأزمة اللي كانت موجودة عندنا فهذه الفترة ما تقدرش تقيس عليها لكن لو مدينا الأمد الزمني وقلنا مثلا لثلاث سنوات قادمة متضمنة عن العام الحالي اللي احنا فيه بكل تأكيد هيبقى فيه يعني توسع لحجم التبادل التجاري ما بين مصر وما بين هذه الدول خاصة أنه يعني فيه رغبة أن نموذج دخول مصر مصر لها تأثير كبير سياسيا في القرى الإفريقية وبالتالي يهم روسيا والصين أنه يبان نموذج اندمام مصر لتجمع بريكس نموذج ناجح اقتصاديا وماليا لمصر بدون تبعات سياسية يعني بتعتبر أن مصر هي البوابة أفريقيا لدخول تجمع بريكس للإقتصاد أو لتاتمارات في أفريقيا هو بالضبط كده في اعتقاد أنه هناك رغبة سياسية لدى الصين وروسيا أن اندمام مصر لتجمع بريكس ينتج عنه مكاسب تنموية اقتصادية مالية للطرفين وبشكل أساسي مصر وبالتالي ده يشجع الدول الأفريقية أن هي أيضا تكون متواجدة بسرعة أو بأخرى داخل تجمع بريكس أو داخل المجموعة دي بشكل سياسي وإزاي مصر هتكون الوسيط بين هنا ومن هنا في اعتقادي أنه التصور الذي أنا ذكرته الحدوث أنه يبقى فيه استثمارات بمجموعات ثلاثة في رأس مال ونوهاو بيجي من روسيا والصين بيعمل استثماراته داخل مصر بيجيب مواد خام ومعادن من القرى الإفريقية بشراكة داخل هذه المشروعات بنسبة شراكة مش مجرد توريد أو بيع معادن بخف الأسمان زي ما كان بيحصل مع أفريقيا طول السنوات الماضية ثم يكون فيه استهداف دي صدرات ميدن إيجيبت مش ميدن شينة ولا ميدن راشا وبالتالي ما فيش عليها مشاكل سياسية في الغرب ثم يتم استهداف الأسواق الغربية بتصدير هذه المنتجات ساعتها هيبقى فيه مكاسب للأطراف الثلاثة طب أنا عايزة أقوله حدايك كده احنا بنقول إنه نحن هو دلوقتي الهدف أفريقيا بشكل كبير أفريقيا أصلا هي الاتحاد يعني أو الشريك التجاري ليها هو الاتحاد الأوروبي بشكل كبير جدا وكلنا عارفين قد إيه دول أوروبية متغلغلة داخل أفريقيا يعني بتبقى بهدفها الأساسي هو المواد الأولية اللي موجودة في الدول الأفريقية ويستخدامها في المصانع وفي الإستثمارات هناك تجمع بريكس هيقدر إنه هو يقدم لهم كل الحوافز ويقدم لهم كل الإستثمارات اللي هم بيرغبوا فيها علشان يتحولوا من المشاركة التجارية مع الاتحاد الأوروبي يتجمع بريكس طيب هو هيقدر إذا الصين تحديدا ما حاولتش تستخدم هذا الأمر سياسيا بمعنى حضرتك ذكرتي بالفعل إن أفريقيا في تواجد يعني بريطاني فرنسي في أفريقيا على مدار عقود عقود ماضية ثم على مدار آخر 10-15 سنة بدأت الصين تبقى متواجدة لوحدها يعني بذاتها كدولة بقوة بتمولات واستثمارات داخل القرى الإفريقية دخل طبعا مواجهة ما بين الطرفين وأمريكا من ظهر بريطانيا وفرنسا فإذا سياسيا الصين خدت خطوة للخلف وقدمت تجمع بريكس بمكاسب تنموية اقتصادية بحتة لغير بدون أي political influence أو بدون أي محاولة يكون هناك تأثير سياسي ده هيدي مرونة وأريحية للدول الأفريقية نهاية تتعاون مع بريكس بدون أي تبعات سياسية هما يخافون بمعنى أي سياسية يعني يبقى الدول تشتغل في المنظمات الدولية مثلا لمساندة المصالح الصينية في مواجهة المحافل الدولية والصغلال أن قوة أفريقية كبيرة الدول الأفريقية طبعا عددها كبير فبتستغل لها كقوة تصويتية البرقرة فيها عدد من الدول وبالتالي بيبقى لها قوة تصويتية في المؤسسسة الدولية ده مجرد مثال لكن يعني في حاجات كثيرة بقى جدا كالتواجد العسكري كحاجات تانية كثيرة إذا استبعدنا هذه الأمور يبقى فيه مساحة كبيرة للتعاون ما بين دول القرارة الأفريقية وما بين بريكس على أساس اقتصادي تنموي بحتلالي هل الصين ممكن تتابل هذا فعلا أنا شك أنا بشكل شخصي أشك يعني مصالح الدول في الدهاية هي مصالح وطرية بس أخذ ذلك من حاجة يعني هنتكلم سياسة شوي الصين عليها ضغطات كبيرة هذه الوقت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضغطات اقتصادية ومالية وسياسية وكل حاجة فممكن يبقى فيه مساحة من المنورة علشان برضو الصين تحقق مكاسب مع أمريكا أفضل من الصدام المباشر ما بينهم طبعا الرئيس عبدالفتاح سيسيا عقد يعني أو مفترض هيكون فيه عقد العدد من اللقاءة الثنائية مع عدد من قادة الدول كان أبرزها بالأمس مع الرئيس الروسي فلودامير بوتين وطبعا بعض النقاط المشتركة الكبيرة الخاصة بالقضايا الإقليمية في الشرق الأوسط شايف إزاي هيكون هذه نتائج هذه اللقاط فيه العديد من الملفات اللي يتم ممكن يتم التعاون فيها أو نقاشها ما بين الزعمين يعني إذا كان يعني الأزمة السياسية دلوقتي في الشرق الأوسط وتدعايتها الاقتصادية والمالية طبعا موضوع الممرات الملاحية وتأمين الممرات الملاحية ده أمر مهم جدا عندنا مشكلة موجودة دلوقتي في مضيق باب المندب مضيق هرموس مهدد لو حصل يعني تصعيد للصراع وبالتالي مهم أن يكون فيه يعني تعاون دولي ويجمع يعني الإرادات الدولية لتأمين الممرات الملاحية وتقليل التبعات الاقتصادية السيئة للصراع اللي موجودة في الشرق الأوسط يعني حرك شايف أن التجمع هو نشأ ليكون بشكل ما ضد الغرب ولكنه في النهاية أصبح الآن تجمع اقتصادي تماما خلع هذه العماء تماما هو نشأ بإرادة مباشرة من الصين ونوسيا لخلق تجمع سياسي معادل الولايات المتاحة الأمريكية وحاولوا يعملوا ده على مدار 10 سنوات وما قدروا ينجحوا ويوسعوا هذا التجمع لما أيقنوا أن المساحة التعاون الأقتصادي هي اللي هتخلي التجمع يتسع ويبقى له مساحة أكبر من التواجد هنا بدأ يبقى فيه النجاحات اللي بنشوفها على مدارة ثلاث سنوات الماضية هو فعلا تجمع بريكس ومن لا يسع يعني الصراع مع الأنظمة الاقتصادية العالمية السابقة بس هل الدول العضاء دول هيقدروا أنهم يسعوا لهم ليعتمدوا على التبادل التجاري زي ما خدتك قلت بالعملة المحلية ما بينهم ولا هما الغرض كمان أنهم يبعدوا عن هيمانة الدولار والعملة الصعبة يعني طبعا بالتأكيد ده هدف وخليني أقول لحدك أن بالمناسبة تجمع بريكس لأنها ليست منظمة دولية معتمدة يعني لا يوجد منظمة دولية معتمدة موثقة في الأمم المتحدة اسمها بريكس ده نادي أو تجمع تكتل بالذات والتالي بريكس لسه لم تتحول إلى منظمة دولية لها أمانة عامة ولها مفاق تأسيسي والحاجات دي كلها فممكن ده يبقى في مرحلة لاحقة ده أولا ثانيا موضوع حيمنة الدولار الدولار بيهيمن على التجارة الدولية أطبع بنسب لا تقل عن 80% تقريبا من التبادل التجاري بيتم بالعملة الدولار لكن النقطة التانية اللي بدأ يبقى فيها تراجع هو أن الدولار يبقى عملة احتياطي دولي فيه تراجع على مدار الـ 15 سنة الماضية وصولا إلى حدود 57% فقط بعدما كان في وقت المعاد كان 80% من الإحتياطيات الدولية الموجودة عند البنوك المركزية دولار يرأتي في حدود 57% على مدار العقدين الماضيين ليه ليه ده بيحصل هقول رقم واحد مهم جدا لأنه ببساطة معدل الدين الأمريكي ارتفع من 40% كمقارنة الدين المحل الأمريكي للناتج القوم الأمريكي سنة 91 يعني لحظة انتهاء أو تفاكك التحال سوفيت كان الدين الأمريكي يساوي 40% يعني أمريكا خرجت من حربها البردة مع التحال سوفيت ديونها فقط 40% احنا النهاردة ديون أمريكا 120% فده رقم ضخم جدا معناها أن العملة الاحثارات الدولية اللي موجودة لدى البنوك المركزية الدولية أمريكا عمالة تطبعها بزيادة وبتستخدمها في تمويل نموها المحلي ده أمر غير مرضي للبنوك المركزية الدولية وده أدى إلى تخوف ده كان لصالح الدهب بس ده لصالح أولا الدهب ثانيا العملات الأخرى الدولية الأخرى يعني اليورو ارتفت نسبته شوية اليين ارتفت نسبته شوية كإحتياط لكن لسه ما فيش عملة عندها القدرة أنها تحل محل الدولار لأنه ببساطة العملة علشان تبقى عملة احتياطي دولي لازم تبقى عملة القوى العظمى لازم تبقى عملة الدولة اللي مسيطرة عسكريا على الممرات الملاحية وفي نفس الوقت عندها قدرة على ان اصدار هذه العملة بقبول عام من باقي الدول فده واقع لسه مش موجود لعند الاتحاد الأوروبي ولا عند روسيا ولا عند الصين طيب يعني مصر بتهتم جدا بتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا وخصوصا كمان أجندة 2063 شايف أن وجود مصر في تجمع بريكس هيقدر يعود بالنفع بشكل كبير على الأفريقيا في ايه المجالات اهم المجالات بالضبط واهم الدول اللي ممكن تستفيد بدا طيب شوف حضرتك فيما يخص الاتحاد الأفريقي وبريكس يعني اتحاد الأفريقي من ناحية وبريكس من ناحية الاتحاد الأفريقي أو الدول الأفريقية بشكل العام كده عندها مشكلتين رأسيتين في اكتزاب استثمارات لها لو استبعتنا الأمن السياسي أو يعني العامل السياسي أو الاستقرار السياسي والأمني لو استبعتنا هذا العامل نلاقي بشكل أساسي نظامهم المصرفي يعني متقادم للغاية ومش مربوط بالنظام المصرفي العالمي فعندهم مشاكل في البنوك وفي النظام المصرفي وعندهم مشاكل في البنية العامة البنية التحتية بشكل نعام وأهمها على الأقل تقدير المواني يعني الأول يبقى فيه مواني بعدين نبقى نشوف الطرق اللي داخل الدولة فحجم المواني والأرصفة لسه لا يرتقي بالضبط بعافية لا يرتقي إلى مستوى أن يكون فيه تغارة دولية كبيرة لما يبقى فيه تجمع زي بريكس وعنده قدرة وعنده بنك التنموي الجديد اللي هو بنك التنمي الجديد ويتم استخدام التمولات دي في علاج هذه المشاكل وعلاج هذه القصور أو أوجه القصور ده هيلقى بظلاله الإيجابية على القرى الأفريقية وعلى دولها وعلى تنظيم الاتحاد الأفريقي كتنظيم إقليمي متواجد في القرى الأفريقي هل تحطت خطة لده؟ يعني تحطت جدول لدينا أولوياتنا مع القرى الأفريقية؟ عايزين نعمل إيه؟ ولا كله كلام لسه عنوين؟ ده المفروض أنه يبقى من مخرجات أو أنا أتمنى أنه يبقى من مخرجات القمة الحالية هرجع حضرتك تاني لو أذنتلي بالتلات نقاط اللي أنا قلتها في الأول لأن كان واحدة منهم أو نذكر بعض بها تاني ودي كانت إعلانات تصرحات سياسية من الرئيس بوتين أنه تجمع بريكس مش ضد الغرب لكنه ليس منظمة غربية أنه تجمع اقتصادي وأنه البصلة هو القرى الأفريقية فدي تصرحات سياسية وتأكيد لهذه البصلة محددة جدا بالضبط وبالتالي من المفترض أو أنا شخصيا أتمنى أن يكون فيه جدول بقى زي ما حضرتك يعني خطوات كده واضحة ومعروفة ومجدولة وليها تمويلات بالأرقام وكيفية سدادها والدول كل دولة هتتحمل أعباء شكلها عامل ازاي؟ بحيث أن أنت يبقى معروف هتفعل التصرحات دي ازاي المرحلة القاتمة وشكل التعاون ما بين تجمع بريكس وما بين القانون الأفريقية بشكله عامل ازاي؟ ده مخرج من مخرجات اللي ممكن تكون موجودة من قمة بريكس؟ أي مخرجات الأخرى اللي حدث تتوقعها تكون عن قمة بريكس؟ أنا أعتقد أن ممكن نسمع حاجة فيما يخص يعني موضوع العملة لأنه في دول كتير بتضغط على هذا الأمر صحيح أن مثلا الهند كانت رفضة تماما مطرح في القمة السابقة لأنه كان الطرح التقليدي أنه هو إصدار عملة تخص تجمع بريكس وده يعني أمر ما فيش حد يعني ما فيش دولة هتتقبله فيش دولة هتتقبل أنها تتنزل عاملاتها الوطنية بالشروط الحالية اللي كان مطروح وبالتالي ممكن يبقى نسمع حاجة مقترح جديد شوية ممكن يبقى قريب للتصور اللي أنا قلته أو اللي هو مشابه للسدقار اللي هي العملة لدى الصندوق النقد الدولي ممكن نسمع حاجة بالمنظر ده وأتمنى أن يتم الإعلان عن تعالية أو زيادة حجم رأس المال بتاع بنك التنمية الجديد لأن حجم رأس ماله يساوي واحد عالمية من حجم رأس مال البنك الدولي طب بالنسبة لبصر وأفريقيا هل هذا النموذج موجود مع مثلات مصر من القارات الأخرى؟ والله يعني مجموعة الخمسة المؤسسة لبريكس البرازيل جنوب أفريقيا، روسيا، الصين، الهند لما بدأوا يوسعوا عضوية بريكس كانوا يستهدفوا الحرك وذكرته ده ونممكن نقول عليه الهيد هانتينج يعني أنه في كل منطقة جغرافية معينة يدخل الدولة ذات الثقة السياسي والجيوستراتيجي في هذا الأقليل وبالتالي بقى متواجد بصر من القارة الأفريقية مع أثيوبيا بقى متواجد الإبارات وفيه كمان السعودية يعني ممكن نسمع عن اندمامها قريبا الجزائر أيضا بتسعى فبالتالي في كل إقليم جزائر قدمت طلب ولكنه يعني تم وضع على جنب دلوقتي ففيه مجموعة من الدول عندها رغبة أن هي تكون موجودة ومعظم الدول التي تقدمت بطلب عدوية البريكس هي دول لها ذات حيثية في الأقليم الجغرافية بتاعتها بالتأكيد احنا بنتمنى طبعا أن كل الأمور دي تعود بالنفع على مصر اقتصاديا في خلال الفترة اللي جاية ويكون طبعا هناك عدد من التوقيع للبرتوكولات الخاصة باتفاقيات تجارية وإثثمارية خاصة بالمصر من خلال تجمع بريكس بنورتنا أنا بشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة دكتور محمد أنيس عضو الجامعية المصرية الاقتصاد السياسي شكرا جزيلا على وجود حضرك معنا شكرا جزيلا لاتفد